أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن رفع الإغلاق اليومي المسائي عن المحالة التجارية في البلدات العربية خلال شهر رمضان المبارك والإبقاء على إغلاق المطاعم والمقاهي هذا وتم السماح للمواطنين بالذهب للحدائق والمتنزهات العامة وذلك ضمن تخفيف التقييدات الاحترازية التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية فرضت إغلاقا مسائيا كاملا على غالبية المدن العربية خلال شهر رمضان بحجة عدم التجمهر ومن المتوقع أن يتم فرض المزيد من القيود بالتزامن مع عيد الفطر مثل منع الزيارات العائلية والتجمعات